السلام عليكم ورحمة الله بكاته وحبيبي طلاب قولة سنة وعملين ايه يا ربكم خير دايما في حسن حال الله امامين نحن نتكلم عن درس ممتع جدا نحس ان ارد ان خلاص دخلت كلية الطب كده معلومات جميلة جدا يعني عافها عن الدم وفاصيل الدم درس بإذن الله بممتع ان شاء الله وبناء يصر اموره يبقى يعني درس كده سهل و لذيذ مستعدين يا دكاتة المستقبل يلا تم courنا على الله صل وىains الله يبقى السلام الله معلن ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزيدنا اللهم علما وعملا متقبلا اللهم امين خدنا درس اللي فات قوانين ميندر قوانين الاول والقانون الثاني وكان عندنا جين سائد وجين متنحل ان هادا بدنا اتكلم في حياةaled على تداخل فعل الجينات او صفات لا مينديرية يعنيpla ميندرية يعني الصفات دية وية بتتورس ما بتتبعش القانون الاول ولا القانون التاني اذا ازاي لانا عندك انا عندك انا عندك انا عندك Mehr كلمي كنا بنسمع كلام كلم القوي اللي هو جين الصائد وجيني متنحح مايعبرش عن نفسه خالص وكان اللي متنححي بنكتبه. نفس الحرف ولكن هنا الوضع المختلف tänه لان عندنا موضوع مختلف مفيش حاجة اسمها سائد ومتنحي بالنسبة للحال اللي هناخدها النهاردة طيب الصفات اللامندلية تلات حاجات ان ادم سيادة يا اما جينات متكملة يا جينات مميت تاني كده ان ادم سيادة ده مفيش حاجة اسمها سائد ومتنحي جينات متكملة في سائد ومتنحي ولكن هنعرف ايه الفرق والجينات المميت يبقى الصفات اللامندلية او تداخل فعل الجينات عبرها عن ثلاث حاجات ان ادم سيادة وجينات متكملة وجينات مميتة ما ان نشدعب دول دلوقتي دول انا اخدهم في درس جاي ان شاء الله النهاردة بنتكلم على مين ان ادم السيادة ان ادم السيادة يعني مفيش جين سائد وجين متنحي طيب بص كده انا عندي هنا الكرموسوم ده شايل جين الكرموسوم ده شايل جين تاني كلام مين منهم يمشي كلام ولا حد فيكم مش معنى عشان خاطر مفيش هنا سيادة طب ايه اللي يحصل هيطلع بكل بساطة صفة جديدة يطلع ايه صفة جديدة طيب صلع النبات عشان نفهم الموضوع هندس مثالين سهلين جدا مفيش اسهل منهم نبات شاب الليل وموضوع الدجاج الاندلوسي طيب صلع النبات هندسي نبات شاب الليل اول او طبعا انت ماشي تلك بالانجليزي نبات شاب الليل الازهار بتاعته يم حمرة يم بيض طبعا في لون تاني هناخده دلوقتي بس عندنا الازهار البيضة الازهار الحمرة هو الاحمر يعني ايه بالانجليزي يبقى ناخد الحرف الاول يبقى ار كابيتل ار كابيتل طيب هنا ابيض الابيض ده اكتبه بقى بشكل ايه اكتبه ار سمول ار سمول لأ ما ينفعش ينفعش اكتب ار سمول ار سمول طب ليه ما ينفعش ينفعش اولا ده مش متنحي يعني ايه يعني الاحمر لما اعمل تهجين مع الابيض ما يدينيش احمر ايه ده امال هايحصل ايه قالك مهنة ان اعدام سيادة مفيش جين بيسود على التاني والتاني ده لونه ايه ابيض وابيض يعني ايه بالانجليزي خلاص يبقى اخد الحرف الاول يبقى دابليو كابتل دابليو كابتل وعلامة التزاوج ايه ده يعني بقى ار سمول ار سمول لا اه اش معنى عشان ده انعدام سيادة مفيش اصلا جين سائل وجين متنحي كل جين لوحد ولما الاتنين يجي مع بعض يطلعوا صفة جديدة طب تعالى بنطلع كده الجاميتات او الامشاج الار والار دي بعض بناخد حرف واحد يبقى ار كابتل بنحطها بدايرة الجاميتة دايمن في دايرة المشيك دايمن في دايرة وعندنا دابليو كابتل يبناخد واحدة من دابليو كابتل زي بعض ما فيش حاسمها دابليو سمول هو لازم الحروف كلها بص كده الجيل اول كله يطلع ار كابتل دابليو كابتل مية في المية طب مية في المية لون ايه هاللون احمر لا هاللون ابيض لا برضو ما يطلع ايه هو الاحمد ما يحط على الليب يديديني لون ايه يديك اللون ايه لون كده لون كرونفولي لون ايه كرونفولي لون الكرونفول ده اللي هو اللون البنك تمام طيب لو انا بقى خدت الجيل الاول ده وعملته تزاوج مع نفسه ايه اللي يحصل قادي نشوف اهو ده كده لون لون كرونفول بالنسبة النبات شاب الليل نجيبه مع لون كرونفولي تاني تعالي نطلع الامشاج الادنين دول زي بعض قال لي لا خلط اخد كل واحدة الواحدة في دايرة والدابليو في دايرة وبعد كده نفس الكلام الار والدابليو في دايرة طيب هناخد من الاول نضربه في الايه في المشيج بتاع الفرض التاني يبقى ممكن يبقى مع الار طيب وممكن الار مع الار مع الار مع الار كده احنا خلصنا احتمالات المشيج الاول وش على المشيج التاني نضربه وضع في افضلات بتاع الامشاج بتاع الفرض التاني يبقى ممكن يبقى ار مع الار يبقى ار دابليو او الدابليو مع الدابليو احنا كده خلصنا العين مشيج التاني تعالي نبص على الصفات اللي هو تطلع ده لونه ايه اللي والله ده لونه احمر وده لونه ايه لونه ابيض وده لونهم ايه لونه انكرون فولي اذا لما حصل تهجين لفرض او للصفات الجديدة رجع التاني تظهر صفة الابوين من الصفة الابوين كان اللي احمر والابيض اهم ظهروا تاني وتطلع النسبة بالنسبة لواحد الى اثنين الى واحد يبقى تلاتة الواحد كان القانون الاول بتاع مندل تسعة لتلاتة لتلاتة الواحد القانون التاني بالنسبة لأفراد الجيل التاني لمندل طب الاعدام السيادة هو واحد الاتنين الواحد واحد ده عبارة عن ايه مش صفة متنحية ولا سائدة ده صفة احد الابوين يبقى الواحد دي عبارة عن ايه صفة احد الابوين طب اتنين هي الصفة الجديدة اللي بتزهر يبقى احنا اخدنا الاعدام السيادة لون الازقاف في نواة تشاب الليل. طب مثال تاني عشان نفهم وننتب ايه ونثبت المعلومة كده. صلى على نبقى لستو السلامة. طبعا ما تنساش تعمل لك للفيديو واشتراك في القناة. وانك تبعث الفيديو لكل اصحابك. ده بيشجعنا اكتر ان احنا نكمل ونبعت يعني نصور فيديوهات اكتر وكده. يعني انشان التفاعلات مع الفيديوهات مش عايف مالها للايام ديت. طب مع لنا. خشت في الموضوع. في سلالة اسمها سلالة الدجاج الاندلسي. هنجيب ديك لونه اسود ايه? الريش. طيب هو اسود يعني ايه بالانجليزي ما اخد الحرف الاول. يبقى بي كابتل بي كابتل. طيب ومع دجاجة بيضاء. بيضاء الريش. ابيض يعني ايه? ما تقوليش بي سمول بي سمول بي سمول مع الاسود ده يبقى بي كابتل بي كابتل اسود. وبي سمول بي سمول ابيض يبقى انت بتتكلم على مندل. دي صفات لا مندلية ملايش علاقة بمندل. طبعا بيقى دي يعني ايه? يبقى كتب دابليو كابتل دابليو كابتل. طب تعاني نطلع الجميتس او الجميتات او الامشاك. دول زي بعض اه خلاص اخد واحدة. واحدة تكفي. يبقى بي. بقى دايرة. بقى كده. الاتنين مع بعض. يدون ايه? اسود? لا. ابيض? لا. ما يديني لون ايه? يديني بي. دابليو مية في المية. ازرق الريش. ايه ده? والاسبق ده جنين. دي صفة جديدة. الجنين دول تفاعلوا مع بعض وتدخلوا مع بعض ما هو تدخل فعل الجنيات. جين هنا عليه اللون السود. وجين لونه ابيض. لما يجي يتجوزه يديني لون ايه? ازرق. دجاج ازرق الريش. طب تعالي نعمل تزاوج للازرق الريش ده. يبقى بي دابليو. مع بي دابليو. يديني ايه? دول زي بعض قال لك لا. خلاص يبقى اخد كل واحدة بوحدة. بي في دايرة. مع البي في دايرة. والدابليو في دايرة. يلا. قلنا هناخد اول جميتة مع جميتات ايه? نضربها في جميتات الفارض التاني. يبقى ممكن بي مع البي. يبقى بي بي. او بي دابليو. كده خلصنا احتمالات لان ما فيش ما فيش امشاك تاني اللي نضربها فيها او نجمعها مع بعض. يبقى كده احتمال المشيج الاول مع الامشاك بتاعت الفارض التاني خلصت. خش على المشيجي التاني. ممكن الدابليو مع البي يبقى بي دابلي. ممكن الدابليو مع الدابلي. يبقى كده خلصنا ده كمان. يبقى يطلع لي واحد اسود. وواحد ابيض. واتنين ازرق. وبالتالي طلع نسبة واحد الى اتنين الواحد. واحد ده بيمثل صفة احد الابوين. صفة ايه? احد الابوين. واتنين بتمثل ايه? بتمثل الصفة الجديدة اللي بتظهر في الجيل اللي اها ظهرت في الجيل اول. بس هي مكاملة معنا في الجيل التاني. في بقى حاجة عاوز الفي تنتبهك ليه? ملحوظة ايه مهمة جدا. ايه هي? كان عندنا في مندل الصفة المتنحية الترز المظهر بتاعها هيضل على الترز الجيني. لأ معلش مش فاهم. واحدة واحدة. لو قلت لك مسلا ار سمول ار سمول. تعرف ان دي ازهار لو انا قلت لك مسلا نبات مسلا بازلاء ابيض الازهار. ابيض الازهار. الابيض انت عايف ان هي صفة ايه? متنحية. لازم ده كده ترز ايه? ترز مش حاجة اشايفها بعناية اه ترز مظهر ايه. لو قلت لك الترز الجيني بتاع ايه? تعرف اه هتقول لي على طول بكل سولاد ار سمول ار سمول. طب انت عايفت ازاي ما هو دي صفة متنحية. عشان تظهر لازم تبقى نقية طيب. لو قلت لك دية الوان اللون مسلا ايه? كرموزي. مسلا. هل تعرف ده كده ترز ايه? ترز منظهر بتاع في الترز الجيني بتاعه? لا ما تعرفش. طب ليه ما تعرفش? لان هو ممكن يبقى ار كابيتل ار كابيتل. ممكن يبقى ار كابيتل ار سمول. انا يعني عندي اتنين ترز مظهره. ترز مظهره اهو. ابيض وكرموزي والترز جيني تلاتة. ادي ار كابيتل ار كابتل ار كابيتل او اسمول او اسمول او اسمول او اسمول. يبقى ده كده ترز جيني ترز جيني ترز جيني. مش فاهم يعني تهو مكان ده كله. شرحنا الكلام ده بالتفصيل الفيديو اللي فات. طيب. هنا بقى في Lessia الترز المظهري بيدل على الترز الجيني ازاي? انا عندي تلت ترز مظهرية. ايه الترز المظهرية الموجودة في النعدام السيادة? عندك اللون مسلا لو اخدتش نبات شاب الليل. لو قلت لك ده ابيض الازهار. ده كده معناه ايه? ترز مظهري. يعني في الظاهر كده شكله من بره لما شوفه بعينيه شكله لونه ابيض. لو انا قلت لك نبات شاب الابيض الازهار تاع في الترز الجيني بتاعه وانت مغمض. هتقول لي. طيب لنه مقولتش ده نخر ولا هجين? لانه ما فيش تاعد متنحل. طيب لو قلتك نبات شاب الليل احمد الازهار على طول. اه كابتر ار كابتر. طيب لو قلتك نبات شاب الليل كرومفول الازهار هتقول لي ار دابي طب تعالي عنيها الاني ده ديك لونه اسود الريش بنسبه للدجاجة الانداليس هتقول لي ايه بي بي طيب دجاجة بيضاء الريش هتقول لي بيضاء يبقى دابليو دابلي طب ازرق بي دابليو يبقى انت عرفت الطرز المظهري من عرفت الطرز الجيني من الطرز المظهري ازا في نبات شاب الليل او دجاج سلالة الدجاج الاندلسي او بصفة عامة في نادام السيادة الترز المظهري يدل على الترز الجيني طب في مندل كان الترز المظهري بتاعة الصفة المتنحية بس تدل على الترز الجيني اما الصفة السيدة اللي تدل على الترز مين الجيني ده نقطة مهمة جدا باللحظات لازم تكتبها عشان تبقى فاهم كويس قوي طب هنعمل دلوقتي هنمسح عشان نتكلم بقى على فصائل الدم وجزء الممتع جدا وتنساش ولا تروح هنا ولا هنا وتنساش نعمل باك للفيديو اشترك في القناة وتبعت الفيديو لصحابك وقعت لها كده كوباية اي حاجة بتحبها اخد كده بريكس وانت خالص خالص وقعد تروح بعيد ويلا عشان نمسح ونكمل فصائل الدم ودلوقتي هنتكلم على فصائل الدم بالنسبة للتقسيم الوراسي بتاع فصائل الدم فصائل الدم عندها حاجة غير باقي الصفات ايه هي هندها بدائل تلات بدائل او تلات جينات الا والبي والاو يعني تلات جينات لما كنا نتكلم مسلا على من من شوية بالنسبة للون للون الازهار تحت اه عند شاب الليل كان عندي كان جين هم اتنين يا اما احمر يا اما ابيض لو الاتنين جم ابيض يدينا ابيض ابيض الازهار اتنين جم ار مع بعض يدينا احمد الازهار واحدة جات من هنا واحدة جات من هنا يدينا ايه يدينا لون كرومفولي هنا بقى يعني دول جينين تمام فصائل الدم هم مش جينين هم تلات جينات طب انت عندك اتنين كرومسون بس يبقى انا هشيل كم جين عشيل اتنين اه اذا دي حاجة اسمها تعدد بدائل يبقى انا ممكن اخد انا هم كم واحد هم تلات جينات بس انا نصيب كم واحد منهم اخد اتنين مش فاهم هتفهم ان شاء الله ستتلي على النبي اولا جينات احمولي على ان الكروموسوم الكروموسوم رقم تسعة زوج الكروموسومات رقم تسعة انا بسم لو حترك في كم بديل تلاتة انت بتاخد كم من التلاتة بتاخد اتنين بس طب تعالي اخث كده انت ممكن الكروموسوم يكون شايل ايه تمام ممكن يكون شغيل التاني شغيل ايه برضو فانت ممكن تاخد ايه مرتين انت لك زوج واحد يعني لك ايه جنين فممكن ياخد ايه كابتل وايه طيب وممكن تاخد الايه البي مرتين صح? ممكن ياخد البي مرتين الكنسوم ده يشيل الجين بتاع البي وده يشيل الجين بتاع البي ماشي بقى بي وبي طيب ممكن يشيل ال او ممكن يشيل ال او طيب ممكن يبقى او كده لوكل واحد اخد الجين بتاع نفسه مرتين طيب dovست غير ممكن ال ايه ده ياخد الايه ابante الجين عليه ايه وكل مصوم التاني عليه جين بتاع البي فيطلع لي ايه بي وممكن الايه بدل ما ياخد بي ياخد من الايه يبقى الشخص ده ايه او طيب كده خلصنا احتمالات الا طيب نخش على البي كده كده اخدنا مع نفسه ناخد البي مع الا هيدين ايه بي ايه بي ايه اللي هو الابي احنا خدناها خلاص طيب ممكن يبقى ايه البي مش مع الا بقى مع الاو يبقى بي او فيطلع بي او البديل لاحتمالات اللي ممكن تطلع من البدائل ديت يبقى انت عارف انت عندك كم بديل مش مش انت عموما في فصال الدم فيه كم بديل فيه تلاتة يا ايه يا بي يا او انت بتاخد كم واحد من تلاتة بتاخد اتنين بس زوج واحد زوج يعني اتنين جين زوج يعني اتنين جين ليه لان انت عندك كروموسومين بس مش تلاتة لو عندك تقت كروموسومات هتاخد تلاتة لكن انت عندك ايه عندك كروموسومين بس فكل واحد بيشيل جين الكروموسوم ده هتناقول لان كلوموسوم رقم تسعة كلوموسوم ده يشيل جين اهو بتاع البي والجين ده يشيل مسلا الجين ايه بتاع الاو يبقى بي او وهكزا يبقى انا كان عندي كم احتمال عندي ست احتمالات كم احتمال ست احتمالات طب تعالى بص كده يبقى اول حاجة فصالي ادامي فيها حاجة اسمها التعدد البدائل ليه لان انا عندي جين الاي والبي والاو كده احنا فهمنا طيب يبقى انت عندك كم احتمال قلنا ست احتمالات ست احتمالات طيب الاي مع الاي ده يديني فصيل الدم ايه بكل بساطة ايه وايه يبقى يديني فصيل الدم ايه سهلة دي ايه طب البي مع البي يديني فصيل الدم بي طب الاو مع الاو يديني فصيل الدم او لحد هنا الموضوع سهل يبقى ده لو الكروموسوم شايل ايه مع ايه بقى ده شخص بفاصيل الدمه ايه? بي مع بي? يبقى شخص بفاصيل الدمه بي. او مع شخص بفاصيل الدمه او سهل قوي دي. طب اللي بعد كده شخص عنده جين بتاع الايه? وعنده بتاع البي. طب ده فاصيل الدمه تبقى ايه? ولا بيه? قال لك اه بص كده. عندك انعدام سيادة في فصائل الدم. بين الايه وبين البي. ايه ده يعني ايه? يعني الايه مع البي مفيش واحد فيهم بيسود على التاني. تاني كده? الجين بتاع الايه والبي مفيش واحد بيسود على التاني. ما نعرفين في انعدام السيادة. لو في جينين مختلفين جمه بعض. بيطلع لي صفة جديدة. وبالتالي هيطلع لي فاصيل الدم جديدة اسمها ايه? بي? طيب نكمل. لو جيش جين بتاع الايه مع الجين بتاع الاو. يبقى ده شخص فاصيل الدمه ايه ولا او? قال لك اه ده فيه سيادة تمة بين الايه? الايه يا سود سيادة تمة على الاو. الاو هنا ضعيف. فلما ييجي ايه و او يدينا فاصيل الدم ايه? طب ليه ما ادناش الاو? اصلا الاو ده الاو ده مالو متنحي. يبقى الاو الاو سائد على الاو. طيب. البي او. البي برضو سائد على الاو. فيدينا شخص فاصيل الدم بي. يبقى عندنا السيادة تمة الايه على الاو والبي على على مين على الاو برضه. يبقى عندنا في فصال الدم تلت حاجات. تعدد بدائل سيادة تمة انعدم سيادة. تعدد بدائل ليه? لان احنا عندنا تلت بدائل او تلت جنال او تلت قليلات. تلت قليلات. يا اما الايه اللي هو الايه والبي والاو والسيادة تمة لان الجين بتاع الايه والبي يسوده على الاو سيادة تمة. ويوجد انها يدام سيادة بين الايه وبين البي. يبقى كده عندنا كم فصيل الدم? عندنا اربع فصائل الدم. الايه والبي والاو والاي بي. يبقى عدد الترز المظهرية او عدد فصائل الدم اربع فصائل. طيب كم ترز جيني? ستة ترز جينية. كم ترز جيني? ستة ترز جينية. لو انت اطلق بط. لو انا قلتك بكل بساطة شخص فصائل الدم هو او. يبقى انت عارف ان هي او او. ايش معنا? لان هو اصلا ماله ماله. متنحي. فعشان يبقى شخص فصائل الدم هو او لازم يبقى او او. طب شخص فصائل الدم هو ايه بي? انت عارف عطول ايه بي. اهو. ادي ده كده ترز جيني وده ترز جيني. شخص فصائل الدم هو ايه? ممكن يبقى ايه? ايه? ممكن يبقى ايه او. شخص فصائل الدم هو بي. ممكن يبقى بي. بي او بي او. عدد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة يبقى عندك ستة ترز جينية اللي هم دول يعني ايه ترز جينية يعني ده شكل الجين على الكروموسوم يعني ايه يعني او او معناها ان فيه كروموسوم هو رقم تسعة هنا في او وهنا في او طب دي معناها ايه ان الجين بتاع الاي مابود على الكروموسوم رقم تسعة والجين بتاع البي مابود على كروموسوم برضو رقم تسعة فكده اي بي دي اي بي مفهوم طب انا بقى اكتب الحروف دي بدل ما رسم كل شيء كرموسوم رقم تسعة واكتب لك ان ده ايه وده بيه فبنكتب على طول الحروق الفضية فدي معناها ترز ايه ترز جينو اما الترز المظهري شاصل فصيلة دم او انا قلت ايه او ده كده بالنسبة ترز مظهري طيب اللي هي الفصيلة ذات نفسها طيب ان شاء الله يكون الجزء ده مفهوم بازن الله ويكون سهل جدا بسيط لو ما فهمتهوش اولا تصلى على النبي سواء فهمت او ما فهمتش الحاجة التانية عيد الجزئية دي هتلاقي نفسك في امتها بكل بساطة ايه ناخد مثال عشان نخش بقى على انواع فصيلة دم بالنتبه للتقسيم الكيميائي لو جمنا شخص فصيلة دمه ايه بي شخص فصيلة دمه ايه ايه بي اهو ادي ايه وبي اتجوز واحدة فصيلة دمها او هتقول لي انت ما قلت ليش الترز الجيني بتاع الاو ما هو دي اصلا فصيلة متنحية يبقى على طول الترز الجيني بتاعها او او علامة التزاود معديني نشوف الاولاد اللي هيطلع هيكون فصيلة دمهم ايه تعال نبص الجميز اللي هتطلع هنا الا والبي زي بعض قال لك لا يبقى اخد الاي مرة والبي مر طب الاو اخد واحدة بس يبقى ادي واحدة الاي مرة تيجي مع الاو فايديني ايه او والبي تيجي مرة مع الاو فتدينا بي او ده كده الترز الجيني ده تبقى فصيلة دمه ايه ايه يبقى ديني ولد او بين تفاصيلة دمهم ايه ودي فصيلة دمها او فصيلة دمه بي ده كده الموضوع بكل بساطة بالنسبة الفصيلة الدم من ناحية الوراثية اللي هو الجينات والكلام ده طيب من ناحية الكيميائية هنمسح تحوش بايد كده ولا كده هنمسح عشان نكمل على تقول دلوقتي هنتكلم على فصيلة دم من الناحية الكيميائية طيب صلى عناب عليه السلام لو احنا افترضنا ان في شخص تمام اسمه احمد وشخص تاني اسمه علي شخص اسم احمد وشخص اسمه علي طيب احمد ده كل خلية من عنده في جسمه عليها مادة يعني ادي خلية هي الخلية بتاعته لازق عليها من برة مواد مكتوب عليها احمد وعلي الخلية بتاعته كل خلية عنده في مواد لازق عنده على الخلية من برة اسمها علي طيب يبقى انا عندي كل خلية مكتوب عليها احمد وعلي مكتوب على كل خلية عنده من برة مواد لازق عليها اسمها ايه اسمها علي لو في خلية جات من عند احمد. رحت لعلي. هل جسمة علي هيعرف ان دي الخلية مش بتاعته? او هيعرف هيعرف ازاي? لان في مواد لازق على الخلية من برة ده زي كده مكتوب عليه احمد. يبقى ازا انا كل خلايا عندي علي. في خلية اسمها احمد. يبقى بالتامي دي مش بتاعتي. ولو علي ادى خلية اللي احمد هيلاقي ان مكتوب عليها علي وبالتامي دي مش بتاعتي. طب الجسم يعمل ايه? عشان كل واحد يحافظ على الحاجة بتاعته وما فيش حاجة تقوح لحد الجسم بيكتب على كل خلية عنده الاسم بتاعه وبيجهز جيش ضد الحاجات التانية اللي مش بتاعته فلو جات له خلية مش بتاعته يطلع جيش ضدها فيكسرها الجيش ده اسمه ايه هو عبارة عن اجسام كده ناس عاملة كده تمام فاسمها اجسام ايه بقى اجسام مضادة اجسام ايه مضادة اجسام مضادة ده ضد الحاجات اللي هي مش بتاعتي طيق صلى على النابع لاستوى السلامة المهمة فهمت ان كل حاجة عليه من بره ايه مواد التصاق صلى على النابع لاستوى السلامة المواد الالتصاق دي مواد لازقه من بره جبنا قرات الدم الحمرة وبدأنا نبص عليها لقينا ان قرات الدم الحمرة اول نوع ده معنا لازق عليه من بره مواد التصاق لها شكل معين كزا منتو شايفين شبه الاسهم كده طيب هي مش دي اول حاجة انا لقناها قال لي اه طب لما اجي لاتب بالعربي بيقول الف بي اللي هو ابجاد هوز طيب لو شخص مش عربي هيتب بايه ايه بي سي طيب بص كده فلما شفنا المواد الموجودة دي من برا ايه دي مواد مالها لزقة لزقة على سطح كرات الدم الحمرة فسمناها مواد التصاق طب عاوزين نسميها مواد التصاق ايه قال لي مش واحد بالانجليزي بالحروف رمز الايه الايه قال لي اه خلص يبقى احنا سمينا مواد الالتصاق دي ايه وبالتالي اسمي كرات الدم الحمرة ديت انا اسمي كرات الدم الحمرة ديت ايه ودي بتاعت الشخص اللي فاصيل الدم ايه تاني كده يبقى الشخص اللي فاصيل الدم ايه علي من برا مواد التصاق سمناها ايه عشان كده اي مادة التصاق يبقى اسمها نفس اسمه قوات الدم الحمرة يعني ايه مواد التصاق ايه يبقى دي كرات دم حمرة ايه طيب بصينا على قوات دم حمرة تاني عند شخص تاني لقينا عندها مواد التصاق لازق برضو في مواد التصاق ايه مواد التصاق بس الانها نوع غير الاولاني فقال لك خلاص كمل الترتيب واحد يبقى ايه اتنين يبقى بي فسمناها بي يبقى ده مواد التصاق بي يبقى دي فصيل الدم بي بكل بساطة موادات سهلة وبسيط طب هنا جينا نبص لقينا مواد التصاق بتاعت الكرات الدم الحمرة اللي موجودة عند ايه فصيلة الدم ايه ولقينا برضو في نفس الوقت كرات المواد الانتصاق بتاعت فصيلة الدم بي فهي يجع سميها ايه اي بي سي قال لك لا اه سي ليه هو ده نوع جديد قال لك هو اه نوع جديد بس قال لك لا اصلا ما جابش حاجة دي ده من عنده هو كل بكل بساطة جمع بين الاتنين دول اه جمع بينهم فعلا ايش معنى اصلي فيه الشكل ده اهو والشكل ده اهو ايوة يعني سميها ايه بي ففاصيلة الدم ايه بي عندها مواد الاتصاق ايه مواد الاتصاق ايه بي طيب بص كده على على اللي بعدها دي لقينا القرات دم الحامرة ارعى خالص ما عليش مواد الاتصاق طيب يبقى نسميها ايه دي ايه نسميها ايه بي اي بي سي لا قال لك هو مش الزير واصلا بيتنيتق او هي شكل القرات الدم الحامرة واخدى شكل حرف الاو قال لك اه قال لك خلاص سميها او يبقى لما انت تشوف شكل الاو كده معمول تعرف ان دي كرات دم حامرة دورية مع لهاش حاجة من بره مع لهاش اي مواد الاتصاق مفيش حاجة لازق عليها لاني لو لازق يبقى شكلها اعمل كده اما هي كده شكلها مفيش حاجة لازق عليها فسميناها ايه او يبقى انا لو عندي مواد الاتصاق ايه يبقى فاصيلة الدم ايه مواد التصاق بي يبقى Kick بي مواد التصاق اي بي بفصيل الدم بي مواد التصاق اي بي بفصيل الدم اي بي كلات دم حمرة ما عليها اي مواد التصاق اسميها ايه او طيب صلى عن نبيع السلام يبقى مواد الالتصاق احنا عيفنها دي مواد كيميات موجودة على سطح ايه الخلايا او سطح حقوقات الدم الحمر كده سهل موضوعها سهل بس في حاجة فصيلة الدم اي ديت عندها مواد التصاق اي بس تسكت والله كل حد كل دولة بتعمل نفسها جيش طيب الايه ده عنده جيش بس ميفاش يبقى ضد الايه اللي زيه يبقى عندها اجسام مضادة الجيش ده اللي هو مين اجسام مضادة اجسام مضادة اجسام مضادة دي موجودة في الجسم عشان لو دخل كرة دم حمرة مش بتاع جيزمي جسم يعرف انه دي مش بتاعتي بي強 señora كدع ايوا زي ايه بقى بص كده اجسام مضادة ضد مين اي انا ايه صح لو جيه طلعت اجسام مضادة ضد الايها고 انا ايها كسر نفسي اكسر قطة الهدام المحمرة بتاعي طب انا عريز اكسر قطة عاقصة الدم بتاعي لا بطبعا طب اكسر دم بتاع مين اكسر دم بتاع غيري طيب تعال بص كدها during a عنده اجسام مضادة ضد مين Shannon البي. طيب الجسم مضاد بالانجليز اسمه ايه? اسمه انتي بادي. فعشان نختصر الموضوع بنقول انتي بي. يعني ايه انتي بي? يعني اجسام مضادة ضد كرات الدم الحمرة بي. طيب يبقى ده شخص عنده مواد التساق او انتيجينات او مواد مولدة اسمها ايه? يبقى ده شخص في البلازمة بتاعته عنده اجسام مضادة ضد البي. حد كده عائل يقول له ضد الايه? هقولك لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش يا دكتور? ما هو لو عنده او مواد اجسام مضادة ضد الايه? ما هو عنده ايه? هيكسر نفسه. هيكسر نفسه. اه. طب ليه هو يعرف من ايه? ايه ما ده انا عاوز اقول لك ولازم تاخد بالك منه اوي. هو الجسم المضاد بشكله عامل كده. تمام? حلو جد. مواد الاتصاق الاكسام مضادة ما تعرفش تلزق بكرات الدم الحمرة الا لو فيها مواد الاتصاق عشان اتنين يلزقوا مع بعضيهم. يعني ايه? يعني عندي كده كرات دم حمرة هي. ده ضد مين? ضد البي. وهنا عندي مواد الاتصاق بي. يروح ده جاي يمسك هنا ادي كرات الدم ايه? الحمرة اللي ايه? بي. وده ضد البي. وهزجاي يمسك من هنا. تمام? ويبدأ كرات دم الحمرة دايت. طيب لو كرات دم حمرة تانية ما عليكش مواد الاتصاق. يعرف يمسك فيها? لا. النقطة دي مهمة جدا جدا صلى عندنا بقى السلام يبقى كرات الدم الحمرة اللي عليها مواد التصاق بتعرف. بيعرف الاكسام المضادة تلزق فيها. طب لو ما فيش مواد الاتصاق تعرف تلزق ما فيش مواد الاتصاق ما فيش حاجة تلزق. يبقى مش طعف تمسك فيها. اللي بقول له ده مهم جدا والله يبص ركز كده واحدة واحدة. فصيلة الدم ايه? عندها مواد التساق ايه? وعندها انتي بي يعني مواد او اجسام مضادة ضد البي. ازاي ضد البي? هي شكلها عامل كده اهو. يروح يحمسك في الحاجات ديت. ليه? لان دي مواد التساق اجسام مضادة تعرف تلزق فيها. تعرف تلتسق بها. واتكسعها. طيب. تعال نبص بقى على فصيلة الدم مين? بي. عندها مواد التساق بي. يبقى عندها اجسام مضادة ضد الايه. يبقى عندها انتي. اكتبقى تحت هنا. انتي. انتي ايه. اهو. يبقى البي عندها انتي ايه ضد الايه. فلو شخص فصيلة الدم بي. اتبرع له واحد فصيلة الدم ايه. الايه هتخص الاجسام المضادة اللي ضد الايه. تلاقي ايه دخلت وحمسكة فيها وضربها وعجناها ومكسراها. والشخص ده? احنا كده قصرنا دم جواه فبعد ما متبرعه بالدم يموت. فايزا لازم نعرف فاصيلة الدم كويس اوي هفهمك مين بيدي مين دلوقتي ومين يقدر يتبرع على مين وما يتبرعش والكلام ده كله. بس اللي عايزة فاهمه لك ان فاصيلة الدم بي عندها اجسام مضادة ضد مين ضد الايه. طيب بص كيف وصلت الدم اللي جاية دي. هي دلوقتي عندها مواد الاتصاق ايه? طيب مواد الاتصاق ايه? كان بيبقى عندها مواد بيكون عندها ايه? اجسام مضادة ضد البي. هتقولي طب يبقى عندي اجسام مضادة ضد البي. طب هي عندها اصلا مواد الاتصاق بي. يبقى قصر نفسيها? يبقى ايه خلاص? ما عندس اكسام مضادة ايه ده عندس اكسام مضادة ليه? ما هو بص يا ابن فتح كده لماك واحدة واحدة لو انا عندي دلوقتي جسم مضاد ضد الايه هيحمس هيمشي في الدم يلاقي ان انا كلات الدم الحمرة بتاعتي عليها جزء من المواد الانتصاب بتاعت الايه فهيوه مكسرها مش قد يمسك فيها اه لازق فيها يبقى يكسها كلات دم الحمرة على طول يوه مسكها مكسرها طيب لو هو بقى كان ضد البي يمشي في الدم يلاقي قوات الدم الحمرة عندها ايه مواد الانتصاب بي يمسك فيها وبرد يكسرها فمن ينفعش الفصيلة بتاعت الايه بي يبقى عندها انتي باريز او اكسام مضادة فهنا مفيش اكسام مضادة يبقى ما عندهاش ولا انتي ايه ولا انتي بي طيب بص كده الفصيلة ديت فصلة الدم او هي مع نفسيها كده هل عندها ما قادل تسق لما عندهاش فمن التالي عندها اكسام مضادة عندها انتي انتي ايه ليه عشان لو شخص فصيلة ايه اتبرع لها الاكسام المضادة بتاعتها تعرف وتكسر قوات الدم الحمرة ديت وفي نفس الوقت عندها انتي بي عشان لو شخص فصيلة الدم بي اتبرع لها الجسم يعرف ويكسرها وبالتالي لو شخص فصيلة الدم واي بي اتبرع لال او برضو هتكسر هتقول لها ازاي عشان هو عنده مقدلة عند اكسام ضد ضد الايا فاتكسرها وعندها الدي في نفس الوقت هتكسرها ايو埃نا عاقاذ طولي بص كده لو شخص فصيلة دمه اي وشخص فاصيل دمه او وشخص فاصيل دمه اي بي وشخص فاصيل دمه بي مين يتبرع لمين مين يتبرع لمين طيب الاي مينفعش تاخد من حد عنده اجسام مضادة ضدها ضد الاي طيب يو بالتالي البي عندها اجسام مضادة ضد الاي مينفعش تديها اهو بص البي عندها انتي ايه وبالتالي لو راح اطلعها تكسر ما تنفعش طيب الاب عندها بي والاي ده عنده اجسام مضادة ضد البي فما تنفعش الاب طيب الو الو اصلا ما عندهش مواد اتصاك. عنده حاجة لازقة من برة? لا ما عندوش. فلما يجي الجسم المضاد يجي يدور على علاقات الدم الحمرة هنا بتاعت ال او يدور كده. هل في حاجة لازقة عليها? لا ما فيش. بالتالي مش عفو يمسك فيها. فال او تدي الاي عادي. طب الاي ممكن ياخد من نفسه اه ممكن لو واحد فاصيل الدم وايه يدي واحد ايه زيه. طيب تعال نبص على البي. البي البي مفعت اخب من الايه ما ينفعش. ال او البي ما يحبوش بعض خالص. طب الايه بينفع يديها? لا مش هينفعه. عشان عندها ايه? مش فيها ايه اهو؟اللي الايه والبي ما يجوش مع بعض. طيب ينفع تاخد من الاو? اه ينفع تاخد من الاو. لان الاو ما عندهاش اي مواد التصاك. ما عندهاش اي مواد التصاك. وممكن البي يدي نفسه. لو جيبنا شخص فاصيل يتبرعا بيه. وشخص فاصيل يتبرعا البعض عادي. طيب. تعال كده على خلاصه في الايه بي دلوقتي. الاب ده ياخد دم من مين? طيب ينفع ياخد دم من ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا و streamlined بساطة مش معنى لان معندوه اكسام مضاده تكسر اصلا ينفع ياخد من مين ال prisons ab طيب الب ينفع يدي الاب ا ا gjorde الله عادي طيب ال او بيددي الاسب But والAB تأخذ من نفسيها فلو شخص في حصوليه دم كان يفعل المسافحه فلاحظنا ان AB يأخذ من AB والB والو فسمينا AB بالمستقبل الAn� وطب خده نفسه. والتالي سمينا معطي عام مستقبل وده دونر معطي. موضوع بسيط وسهل ان شاء الله يكون ما فيهوش اي مشكلة. عندنا بقى نقطة مهمة هي موضوع تحديد فصائل الدم. يبقى فهمنا ان ايه موضة التساقق اموال مولدة والاكتما المضادة ونقل الدم. عايزنا عم بقى فصائل او تحديد فصلة الدم. بكل بساطة. بناخد عين الدم من شخص. مش عين عينة يعني. بنجيب شريحتين كده ازاز. تمام? والشريحتين دول بنعمل ايه? بنجيب نقطة دم. بنحطها على على واحدة اهو. بنحط ايه? على الازاز التاني. وبعدين اللي بيحصل بكل بساطة. نروح جايبين هنا انتي انتي ايه? انتي ايه? ليه? لو دي فصيل الدم ايه? وانا جبت لها انتي ايه? مش هيتخنقوا مع بعض? اه. ادي الايه? وادي الانتي ايه? فلو مسكوا مع بعضيهم يعمل لي حاجة اسمها تخصر كلات الدم الحمرة. يعني ايه تخصر? يعني هتتكسر. فلاقي الشكل ده بدأ مما النقطة بتاعت الدم عاملة عاملة كده. الاقي ايه? بدأت تتكسر ايه? كده هو. وبالتالي اقول ان ده شخصة فصيل الدم ايه? لأ ما اضعها شاحكم استنى. فاقول ده ايه? ايه? اشوف التانية. احط انتي احط انتي بيه? لو كرات الدم الحمرة اتكسرت برضو. يبقى دوت برضو ايه? وبالتالي في الحالة دي فاصيلة الدم ويتبقى اسمها ايه بي? طب لو هو كان عمل تخصر او كسر كرات الدم الحمرة بتاعت ايه بس? وبي ما اعملش تفاعل. فضلت كرات الدم الحمرة زي ما هي اهي. بعد فترة اقتها زي ما هي. يبقى بالتالي الشخص دوت ما عندهوش بي وبالتالي عنده ايه بس? طيب. لو عكسنا يبقى شخص افاصيل دمه بي. طب لو حين حطينا الدم ما عملتش حاجة خالص. لقيت ان هو الشخص ده الدم بتاعه ما اتكسرش. يبقى هو ما عندهوش مواد التساق ايه ولا عنده مواد التساق بي. والتالي الشخص ده بفاصيل الدم او. ليه النقطة دي? لو انت مش فاهمها هو احنا قلنا من شوية الجسم المضاد بيعمل ايه? بيمسك يمسك او يلزق يلتسق بمواد الالتساق حلو. انا جبت جسم مضاد انتي ايه? المفهوض يلزق بمواد الالتساق بتاعت مين? بتاعت الايه? فلو لزق فيها اذا ده معناها ان هي ايه? ايه? طيب لو جبت انتي بي معناه ان هو يمسك بمواد الالتساق بي. والتالي بقى الشخص ده عنده ايه? وعنده بي بقى فاصيل دمه ايه بي. طب لو انا حطيت اجسام مضادة ضد مواد الالتساق ايه? ملقيتش مواد الالتساق. حطيت انتي بي ملقيتش مواد الالتساق. يبقى الشخص ده عندوس ولا موادل التساق ايه ولا موادل التساق بيه كرات الدم ايه حمرة يعني انا زي ما انت شايفين كده والتالي ده شخص بصير الدم وايه تبقى قول ده كده بالنسبة لتحديد فصائل الدم والله الموضوع بسيط خالص يبدو بس في الدرس ده يبدو للوهلة الاول ان هو صعب ولكن الموضوع سهل جدا مفوش اي مشكلة صلى عنا بقى ستاة السلام هنمسح هنتكلم على اخر جزئية جزئية خالص في الدرس وهي موضوع اول مرة شافوه في سلالة رود اسمها치는.'" بالتالي تسموها عامل ريسوس اجل سموها ، الخير , سموها عامل الريسوس حлюдية اللي هو ايه اوي اعمل الرسوس اللي بتحكم في وراسب الجينات وعمل الرسوس ثلاثة ازواج من الجينات يبقى كم جين? ثلاثة ازواج ايه باستة موجدين على مثل الكرموسومات. هو مش عليك الرقم بس هو بالكرموسومات غير الكرموسومات على رقم واحد ما علينا ايه بقى موضوع تات ازواج من الجينات دي بص الجين ده يحمل تلات جينات مثلا السي وي الدي والا وهنا نفس الكلام في نفس المكان هنا دول كم جين ستة بقى كم زوج تلات ازواج عشان تبقى فاهم يعني ايه تات ازواج وستة جينات دي طيب عمل الروسوس ده ممكن يبقى موجب ممكن يبقى سالب يعني ايه موجب ويعنيه سالب اولا عشان يبقى موجب محتاج جين واحد على الاقل يكون سائد يعني يكون سائد يعني مكتوب بالصورة بص كده ده سي سمول ودي سمول وإيه سمول ودي سمول ودي سمول يبقى بالشخص ده ر سالب ر ايش ايه سالب بالتالي اكتب ر ايش ايه سالب لان الكرموسوم ده سالب ولكرموسوم ده سالب طيب لو قلت كرموسوم تاني اهو سي دي اي كابيتل سي خلي دي سي اي سمول ودي سي سمول دي سمول اي سمول تعال اكتب كده ده ر ايش سائد لموجب كلهم سمول متنحيين يبقى ر ايش ايه سالب طب ده سي سمول ودي سمول وي كابيتل يبقى اكتب كده مدام هو كابيتل كابيتل يبقى سائد يبقى ر ايش موجب ليه عشان قلنا جين واحد على الاقل لو في جين واحد بس جين واحد بس سائد اهو كابيتل كابيتل اهو جين واحد سائد يتطلع لعرها طول ان الشخص ده ار اتش ايه موجب مع سالب اه ده شخص ار اتش موجب ولكن كده لما انا كتبه بالشكل ده معناه ان هو موجب ولكن ايه هايبريد او اللي هون هاجين طب السالب السالب دايما النقي طيب ناخد مساء كمان عندي ار ادي كرومصوم واد كرومصوم مكتوب هنا سي دي كابيتل سمول سي كابيتل دي سمول اسمول تعال اكتب هنا داع اتش موجب ولا سالب في واحد كابيتل سائده اكتب ار اتش موجب طب ده في واحد سائده بقى اكتب ار اتش موجب ودا يبقى شخص ار اتش موجب الرسس نقي. طيب. ده كده من ناحية الوراسية. كتاب ما بيش بيقولها بس بيجي عليها امثلة واسئلة. فحبيت ان انا اوضحها لك. طيب ايه اول نقطة. انت كده جمعت معي ان الجين الواحد بس لو هو سائد هيديني موجب. وبالتالي نسبة الموجب اكتر. قال لك ايوة فعلا. وده بيمثل خمسة وتمانين في المية من البشر موجب الرصص. ار اتش ايه موجب. وخمستاشر في المية من البشر سالب الرصص ار اتش ايه سالب. عرفت ليه خمسة وتمانين في المية? لان انت محتاج جين واحد بس على الاقل يكون سائد فبالتالي يطلع لك الجين بتاع الار اتش. طب برطو مش فاهم ايه بقى جين الار اتش والكلام ده كله. بكل بساطة. لو طلع موجب زي كده? يعني ايه موجب? موجب يعني شخص عنده. سالب يعني شخص ما عندوش. سالب ما عندوش. عنده ايه بقى ما عندوش ايه? عنده مواد التصاق ايه? مواد التصاق دي احنا نسا اغلطينها. اللي هي كان مواد التصاق ايه مواد التصاق بي وهكزا. قال لك اه دي مواد التصاق بس بنسمع ايه? مواد التصاق الار اتش. اه يعني ايه بقى? ابص كده. دي كرات دم حمرة بتاعة شخص فاصيل الدم ايه? عنده مواد التصاق ايه? هل عنده مواد التصاق تانية? انت شفت حاجة تانية? قال له لا والله ماريتش حاجة. يبقى ده شخص اقول عنده ان فاصيل الدمه موجب ولا سالب اكتب ايه? سالب. ايه ده? سالب ليه? اصلي ما عندهوش مواد التصاق للر اتش. فده شخص سالب. طب ايه ده? بص 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 كده? ممكن الشخص فاصيل الدمه ايه? وعنده مواد الاتصاق ايه? ولقي عنده مواد التصاق تانية كده. لما نجي مبص كده هتقول لي ايه ده? ده مواد الاتصاق ايه نassis مواد الاتصاق التاني موجودة على قوات الدم الحمراء دي اقولك ده مواد الاتصاق مواد الاتساق الار اتش. مدام انا شفت مواد الاتصاق عر اتش يبقى انا شوف تعبي. حاجة موجبعة حاجة موجودة يعني شخص فسيط دمه ايه موجب. فهي انت لما بنيدي استعمال الدم الموجب والسال подготовه طيب بدا شخصت فسيط دمه ايه موجب. طب ده كده عنده موادل التسام بي بس يبقى عنده الشخص ده فسيط دم بي سالب. لو بقى عنده يعني موادل التسام اللي هو بتاع الار اتش يبقى بي موجب كده ابي سالب لو جاء الموادل التسام بتاعة الار اتش يبقى بي موجب بص كده على الاو كده او سالب طب لو قلنا كده يبقى او موجب طيب يبقى لما لايه ار اتش موجب معناها ان كرات الدم الحمرة عليها مواد التساق لل ار اتش لقيت ار اتش سالب معناها ان الشخص ده كرات الدم الحمرة بتاعته ما عليهاش مواد التساق لل ار اتش ده يفرق معي في حاجة اه يفرق يفرق في ايه لان انت عارف ان اللي عنده مواد الاتصاق ما عندوش اجسام مضادة ضدها اكيد انا عندي مثلا مواد الاتصاق ار اتش انا موجب يبقى اكيد ما عنديش اجسام مضادة ضد ال ار اتش لان لو عندي هكسر نفسي اه طبعا عاوز تقول ايه لو شخصة فاصيلة دمه ايه برضو بس سالب كرات الدم الحمرة ما عندهاش ار اتش يبقى احتمال ان يبقى عندو اجسام مضادة ضد ال ار اتش وبالتالي لو شخص اداله كان موجب يعني عندو مواد الاتصاق الاجسام مضادة تلتصق بمواد الاتصاق اللي موجودة من بره وتكسرها ايوة انا عاوز تقول ايه عاوز اقولك انه الموجب ما يديش السالب ما يديش مين ما يديش السالب ولكن السالب يدي الموجب عادي ما فيش اي مشكلة السالب ايه السالب يدي الموجب بس الموجب ما يديش السالب طيب ده بالنسبة لنقل الدم ايه بقى المهم بالنسبة لنا في الجزئية ده في الامتحانات وفي الاسئلة وفي الكلام ده كله ولا هتلاقي عليه اسئلة كتير هو موضوع الحمل ايه موضع الحمل ده? لو ام حامل وادي كده جنين اهو دجوه ده جنين يرقد ايه? حتى الولادة. لو الام ديت ار اتش سالب. سالب يبقى عندها مواضل التساكة لو ما عندهاش? ما عندهاش. والجنين ده كان ار اتش موجب. طب واخد موجب منين? واخد من الاب. طيب. دم الام ما بيختلطش بدم الجنين. وبالتالي ده موجب مع نفسه وهي سالبة مع نفسها. لما بيجي وقت الولادة والدم والكلام ده كله بيبدأ يختلط شوية دم صغيرين من الجنين لمين للام? طيب. الطفلة ده نزل بكل بساطة وتولد وترعرع وكل اي ما فيش اي مشكلة عنده. مولود سليم معافى ما فيش اي مشكلة. بس في شوية دم كرات دم حمر عليها ار اتش. موجب. راحت للام. راحت لمين? للام. طب ما تروح للام فيها مشكلة? قالك اه. هي شوية دم ايه? صغيرين. هيخشوا للام. فالام الجهاز المناعي بتاعها يبدأ يلاقي مواد التصاق. هي مواد التصاق اللي هي اسم تاني اسمها مواد مولدة. المواد دي بتخلي الجسم يولد ضدها اجسام مضادة. فالطفل دهت ولد عادي. ما فيش اي مشكلة نزل لهوت انزل يا حبيبي. تمام? ربنا يخليك لهلك. وبعد كده الام دي جسمها جهازها المناعي يكون اجسام مضادة ضد الار اتش الموجب. طيب فيش مشكلة. جات الام حملة التاني في جنين كان ار اتش موجب. الام بتنقل للجنين اجسام مضادة. منها تلاقي اجسام مضادة كانت ايه? مواد جسم يكون ايه? اجسام مضادة ضد الار اتش. يدخل تدخل اجسام مضادة من الام عن طاق المشيمة. تلاقي ان الجنين ده فاصيل الدم ايه? موجب الرصص. ار اتش موجب. فتوح مكسرة كرات الدم الحمرة بتاعته والجنين ده يموت. هل الجنين الاول اتأثر? ما اتأثرش. بس الجنين التاني هو لتأثر وهو لتوفى نتيجة الاجسام المضادة اللي تكونت ضده. ضده كرات الدم الحمرة بتاعته. طب نعمل ايه? قال له خلاص. الام ديت بعد ما تولد قبل ما تولد بنبقى عارفين فاصيلة دمها. لو هي طلعت سالبة اي واحدة حامل عندك اختك الكبيرة عندك اختك الكبيرة كلام لو هي حامل الدكتورة بتقول لها اعرفيلي فاصيلة الدم. فتقول لها ان فاصيلة الدم ايه? تقول لها موجب او سالب. لو هي المشكلة كلها لو هي سالب. لو هي بقت سالب على طول. تقول لها بعد الولادة هتاخد الحقنة. الحقنة ايه بقى? بص. تاخد حقنة في كلال 72. 72 ساعة من الولادة. الحقنة بتعمل ايه? مش كان الجنين الاول دخل شوية كرات دم حامرة عندها. اا. بتدخل توح مكسرة كرات الدم الحامرة اللي عليها مواد الاتصاق بتحت ال. وبالتالي قبل ما الجسم المناعي بتاعها او الجهاز المناعي بتاعها هيحس ان في حاجة غريبة دخلت. وقبل مايتعرف على ال. هيكسرها. وبالتالي الجسم ليحسش ان في حاجة غريبة ولا يكون الاجسام المضادة. وطول ما تكونش الاجسام المضادة ما فيش خطر على جنيه التاني وبأكد احنا لحلينا المشكلة بس لازم تاخد المصل المضاد دوت امتى خلال اتنين وسبعين ساعة من الولادة ده كده كان طب تعالوا نبص لو الجنين ده كان عادي والام دي كان موجب هل موجب بيكون اصلا اجسام مضادة ضد الموجب لا طبعا لان ده ما عنوش اصلا اجسام مضادة فاهمين طيب وبالتالي الام كده مش يحصل ده مشكلة فالام لو كانت سالب والجنين ده كان سالب برضو مش يحصل مشكلة لو الام موجب والطفل موجب مش يحصل مشكلة طيب لو الام موجب والطفل سالب يحصل مشكلة برضو مش يحصل مشكلة المشكلة بتحصل كلها فين لما الام تكون سالب والطفل يكون موجب هنا بيحصل ايه المشكلة لان الجنين الاول بيبدأ يختارط منه شوية دم يخشه للام يحافزه جهاز المناعي بتاعها ان يكون اجسام مضادة ضد الموجب فلما يجي الجنين التاني تبدأ يا ل starter hotша دي تتنقل لي وبالتالي تبدأ تكسره قراطة دم الحام للحمره بتاعه فاي موت وهو لسه جنين وبالتالي كده عمل لي انا مشكلة نحلى المشكلة ازاي بعد الجنين الاول ما يتوت ندي الحقنة بعد خلال 72 ساعة يعني من الولادة ندي 72 ساعة ويندي الام ديه الحقنة طبعا ما حد شفتك ان نديها في الجنين التاني بس اي جنين بعد الاول نديها لايه الحقنة اول واحد نديها الحقنة والدت الثاني هنديها الحقنة والتالت وهكذا يبقى بعد كل ولادة هنديها ايه الحقنة عشان نقصر كرات الدم الحمراء اللي عليها الار اتش النجب ليه عشان نقصرها بالمجهاز المناعي بتاعها يحس كده هنخلصنا مين تدخل فعل الجينات بالنسبة لنعدام السيادة خدنا ايه خدنا نبات شاب الليل الازهار بتاعته دجاج الاندلسي خدنا فصائل الدم من الناحية الوراثية فهمنا يعني ايه ترز جينية ليه فصائل الدم يعني ايه ترز مظهرية عندنا كان فصائل الدم وقلنا ان فصائل الدم بتجمع بين تعدد البدائل والنعدام السيادة والسيادة التمة وخدنا بعد كده التقسيمين الكيميائي اعرفنا ان عندنا حاجة اسمها قادل التصالب عندنا اجسام مضادة وفهمنا مين يدي مين دم ومين يتبرع لمين ومين ازاي نحدد فصائل الدم ويهو عامل الرصص وبالتالي كده انت اعتبر لمية الدرس كله ان شاء الله يكون سهل جدا ونزيد عليك اه ما يكونش في اي مشكلة لو في مشكلة ابعتولنا وقلولنا وان شاء الله نحاول نعملها لكم كده كجزء لوحده وان شاء الله باذن الله باذن الله يا رب يعني يوفقنا كده ان احنا نسوى لكم الاسئلة وننزلها لكم حيث ان احنا كل من بقى الشرح بالاسئلة بكل حاجة بس متنسوش طبعا تتفعلوا وانكم توصلوا الفيديوهات لزماليكم لان ده بيشجعنا اكتر ان احنا يعني ايه نوصل او ان احنا نصور اكتر وننزل الفيديوهات اكتر عشان موضوع عدم تفعل ده شيء محبط جدا اصلا يعني انت خلد بتتعب وتصور وتمانتج وفي الاخر ما تلاقيش حد بيتفرج على الحاجة طبعا هو ان لو واحد بيتفرج او بيستفاد ده شرف لنا والله بس الفيكة ان بتكون حاجة محفزة ان في فيديوهاتك بتوصل لناس اكتر طبعا نركوكم على خير نشوفكم ان شاء الله في الدابس جاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته